هل تصح الصلاة خلف الجهم والأشعري أنتم أعطيناكم قاعدة قلنا إن الذي يجحد الصفات أو ينفيها إن كان متعمدا إن كان متعمدا ومعاندا فهو كافر ولا يصلى خلفه أما إذا كان متأولا أو مقلدا فهذا ضال وليس بكافر فتصح الصلاة خلف المسلم ما دام أنه على الإسلام تصح الصلاة خلفه أما إذا كان متعمدا فهذا يكفر نعم